السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة نور شانيل وصفات نصائح جمال وعلاج اليوم سوف أشارك معكم وصفة للشعر سوف تناعمه تطوله تحارب وتساقط الشعر سوف تعرج فروة الرأس وجميع مشاكل الشعر بإذن الله والأهم الأهم والشيء الذي أثار انتباهي وأن هذه الوصفة أو هذا الماسك للشعر يسرع نمو الشعر كثيرا يعني في وقت وجيز سوف ترين نتائج ملحوظة سوف ترين أن تساقط الشعر خفة وذلك من أول استعمال بإذن الله وأيضا النعومة من أول استعمال سوف تضعينه مرة واحدة فقط أو مرتين في الأسبوع فقط أنا أفضل مرة واحدة فقط في الأسبوع والنتيجة خطيرة جدا يجب على الشعر أن يكون مغسول أو نظيف تماما ثم تضعين هذه الوصفة وتقومين بغسلها بدون شامبو هذا هو سر هذه الوصفة كما ترحدون هنا لدي عشبتين العشبة الأولى هي السدر هي هذه السدر والعشبة الثانية هي المورينغا المورينغا والسدر بالنسبة لفوائد السدر والمورينغا سوف أتركها إلى آخر فيديو ثم أقول عن جميع الفوائد السدر والمورينغا وذلك لعدم تطويل الفيديو المهم هنا لدي السدر المطحون سوف أضع ملعقتين أو ثلاث ملاعق من السدر المطحون وذلك على حسب طول الشعر سوف أضيف ملعقة رابعة وسوف أضع هنا ملعقة كبيرة ملوئة جدا من المورينغا إذن أربع ملاعق من السدر سوف أضع فيها ملعقة كبيرة مملوئة من المورينغا المطحونة هناك اختلاف اللون طبعا لاحظوا هنا لون السدر المطحون وهذا هو لون المورينغا وأيضا هناك اختلاف الرائحة سوف أضيف البيض البيض مليء بالبروتين الذي يحتاجه الشعر لكي يصبحه ناعم والعديد من الفوائد أيضا أو العديد من البيطامينات المهمة جدا في نمو الشعر وإصلاحه من التلف من الهيشان من أيضا الصبغات الكثيرة التي وضعتها أيضا مفيد جدا لشيب الشعر والعديد من الفوائد سوف أترك جميع الفوائد في آخر الفيديو الإضافة الرابعة وهي ملعقة من الكاكاو الكاكاو المور لديه فوائد خطيرة جدا للشعر سوف يعمل على إعطاء الشعر لمعان وحيوية وسوف يصبح الشعر صحي أيضا رائحته جميلة سوف يترك رائحة رائحة على الشعر كما قلت لكم أنا هنا سوف أضع هذا المسك وأقوم بغسل أو تنظيف شعري بدون وضع شامبو إذن سوف أحتاج إلى إضافة لهذه الوصع الكاكاو أو القهوة سريعة الدوبان أنا هنا وضعت الكاكاو لما له من فوائد أخرى للشعر وأيضا لأن شعري باللون البني فسوف يحافظ على لونه سوف أضيف أيضا ملعقة من سواء الميونيز أو الزبادي الطبيعي أنا هنا وضعت الميونيز سوف أضيف ملعقة أخرى من الملعقتين والآن سوف أقوم بتحريك الخليط وأضيف الماء الدافئ تدريجيا وأقومه بالخاص حتى أحصل على ماسك كريمي يسهل وضعه على الشعر طبعا المورينغا والصدر يقومان بإصلاح التلف تقوية الشعر يساهمان في إلاج الشعري وترميمه تعزيز سماكته وأيضا يعمل على تقوية البصيلات يعمل على إزالة القشرة الحكة الصدفية وأي مشكل لديك في فروات الرأس أيضا المورينغا تتمتع بخصائص مضدة للفطريات والبكتيريا مما يوفر راحة لفروة الرأس يعقمها ويعيد توازنها السدر يقوي الشعر الضعيف يجعله أكثر صحة وحيوية يعطيه لمعان وبريق وجمال يعمل على زيادة كثافته ويمنع تساقط الشعر من أول استعمال يحتوي على الزنغ والنحاس والحديد المفيدان جدا للشعر والعديد من الفيتامينات الأخرى وكلتا العشبتين يحتويان على مكون مفيد جدا في علاج الجفاف من الشعر وهو البروتين وأيضا يعالج التقصف ويكون هذا هو شكل الخليط كما قلت لكم وضعت السدر المطحون المورينغا المطحونة الكاكاو سوف أحتاج أيضا إلى البيض يمكن وضع سفر البيض فقط أو بيضة كاملة وسوف أضيف أيضا المايونيز كانت هذه المكونات التي قمت بصنع منها هذا الماسك المغدي المكثف المعالج المناعم للشعر يمكن إضافة أي نوع من الزيو تحبونها لشعركم زيت جوز الهين زيت السمسم أيضا قليل من زيت الزيتون أو أي زيت إذن كان هذا الفيديو اليوم أي سؤال أو استفسار أتركه أسا في التعليقات فأجيبونا في الحال طبعا طريقة وضعها للشعر أن يكون الشعر نقي نظيف تماما تضعون هذه الوصفة على الشعر بأكمله من الجدور حتى الأطراف تضعون بلاستيك على الشعر تتركونها من 40 إلى ساعة أو كما نقول من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة أو إلى ساعة ونصف على الأكثر مرة واحدة فقط في الأسبوع وسوف تشاهدون النتائج الروعة كان هذا الفيديو اليوم إلى اللقاء